اشتركوا في القناة اسمع رسالة النهاردة اهلا بك وحيد اهلا فدوى واهلا بكل الاحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياتكم جميعا رسالتنا ايه النهاردة النهاردة برضو لسه احنا ما زلنا في موضوع الخمر فرسالتنا ايضا من الخمر ومن العهد القديم فبالرغم من انه في العهد القديم الخمر للفرح والخمر رمز للبركات الارضية الا ان السيد الرب منع هارون وبنيه الكهنة من الدخول الى القدس وهم مجرد مش سكرانين لا تشربوا الخمر وانتم سكارة لا 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 تقربوا الصلاة وانتم سكارة لا مجرد حتى شرب الخمر وحط كلام صعب ورادع جدا خلينا نقرأ في سفر اللويين عشرة تمانية وتسعة وكلم الرب هارون قائلا خمرا ومسكرا لا تشرب انت وبنوك معك عند دخولكم الى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا شايف الكلام ده صعب ازاي خمرا ومسكرا يعني حتى مجرد الخمر مش مش مجرد انه بيشرب خمر لا مش مجرد انه ما يسكرش لا خالص اطلاقا لا يقترب لا من الخمر ومن المسكر نحن بنقرأ في العهد القديم نعم لكن هناك فريضة خاصة للكهنة فالخمر يشير الى فرح العالم كل العهد القديم كذا الخمر يشير الى فرح العالم ولذلك كان النزير يفترز عن فرح العالم فيفترز عن الخمر لانه نزير الرب نعم تمكرس لربنا فتفترز عن فرح العالم شفنا شمشون كده وغيره وحتى النزير في سفر العدد 6 لكن هنا دي وصية خاصة للكهنة اولاد هارون كلهم اذا كان عليك خدمة في القدس فلا تشرب خمرا مش لا تذكر نعم لا تشرب خمرا لا تقترب منه واللي هيعمل كذا هيموت سيقع ميتا ونحن عارفين انه ابناء هارون الاثنين لما حبوا يقدموا بخور غريب صلاة غريبة لم يأمر بها الرب الاثنين وقعوا ميتين صحيح فالامر ليس مجرد وصية فيها يعني تحذير لا وصية طبقت في العهد القديم في ايام هارون نعم وبالتالي هنا يحذر من عدم الامتزاج او الارتباط بفرح العالم وانت داخل الى القدس ده وضع خاص ده بيورينا الموضوع خطير ازاي المرة الفاتتة لما تكلمنا وانا اسف يعني معانا هي رسالة روحية لكن الكلام بيجيب بعضه نعم انه هناك حللهم يعني مش متى حلل السكر الا في وقت الصلاة لما دخلوا المسجد سكرانين صحيح فالأي درجة هنا بيورينا الاله لما بيتكلم عن طبيعة الصلاة طبيعة الخشوع اللي في الصلاة طبيعة انه الانسان مش يؤدي حركات نعم لا هناك الجسد والكيان ومعه القلب والروح والفكر والضمير كل هذا أثناء الصلاة هو في خشوع أمام الخالق أمام سيد الأرض كلها طيب ده الحد امتى لأولاد هارون هذه الوصية شوفي بيكمل هنا في الوحي الاله خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخلكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا فرضا دهريا في أجالكم يعني على طول دي طبيعة خدمة الكهنوت الهاروني في العهد القديم لا يقترب من الخمر طالما عنده خدمة في خيمة الاجتماع مش لا تذكر لا تقترب من الخمر والنزير كان ليس فقط لا يقترب من الخمر حتى مجرد عنب لا يأكل حتى قشرة العنب حتى بزرة العنب ده نصا مكتوب في التوراة نصا سفر العدد ستة اللي حيب يرجع للموضوع وبالتالي بيورينا إلى أي حد في قضية التكريس هو تكريس كل شامل يفرز الإنسان فرزا تاما عن العالم ومباهج العالم ولذلك في الأفراح بنشوف الناس بتجيب الخمر لأنه مرتبط بهذا الفرح مرتبط بفرح العالم نعم أما فرح الروح القدس فهو أمر آخر ودائما برجع للحتة دي في الوحي الإلهي لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح نعم إذن رسالتنا النهاردة هو طالما إحنا في إطار الخمر زي ما فيه اهتمام للعالم وأفراح العالم فيه كمان مفروض يكون في حياتنا اهتمام لأفراح الأبدية وأمجد السماء ده بيحصل زي لما الإنسان بيكون عنده علاقة قريبة مع ربنا بيحاسب على على أفعاله إنه ما يزعلش ربنا لا يحزن روح الله لا ندعي أنه فيه عصمة في المسيحية ولكن ندعي أن هناك رحلة نحو الكمال النسبي الذي يخلع كمال المسيح في حياتنا المسيح الموجود فينا ربي بارك حياتكم صاروا من أجلنا شكرا شكرا لك مشاهدين أهلا بيكم مرة تانية في الحلقة التي فاتت تضحت قدامنا أمور كثيرة وغريبة لكن أكثر شيء بالنسبة لأنا يعني على الأقل كان ملفت للانتباه هو أن أبو بكر لما كان فيه وثانيته الأولى رفض الخمر وحرمها على نفسه في الوقت الذي شفنا الصحابة المسلمين المؤمنين الموحدين خير القرون وسلوكياتهم الذميمة تجاه بعضهم في مجالس السكر اللي كانوا بيجتمعوا فيها وسلوكياتهم تجاه إلههم في الصلاة في المسجد النهاردة بيجي الدور على محمد علشان يشوف تعامل هو كمان تجاه الخمر خلونا نشوف مع بعض عنوان حلقة النهاردة تنزيه تنزيه محمد عن شرب الخمر بين الحقيقة والوهم طبعا كلنا بنعرف مسيحيين أو مسلمين تأكيد المسلم وإصراره على عدم شرب محمد للخمر النهاردة هنشوف بنامة المسيح مدى مصداقية الكلام ده هنرحب بوحيد كمان مرة ونشوف موضوعنا النهاردة أهلا بك مرة تانية أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان ربي بارك حياتكم جميعا تنزيه محمد إحنا بنشوفه في كل الأمور في أي حاجة محمد منزه عن أنه كل الأنبياء ارتكبوا الزنوب إلا هو وحتى الخمر يعني الخمر لا هو ما شربش الخمر حتى في وسانيته أو فيما قبل بعسته خلينا عشان ما يزعلوش الأحباء المسلمين فإيه المشكلة أنه إنسان عفوا هو إنسان صح طب ليه هو منزع عن أي خطأ يرتكبه طيب بداية هذا الفكر يصطدم مع القرآن أنه غفرنا لك ما تقدم وما تأخر من زنبك إذن هناك زنوب وأخطاء كانت أنقضت أو يعني أتعبت ظهر الرسول الإسلام نعم وبالتالي هو مثله مثل كل الناس المفروض قضية التنزيه ترجع إلى أن التأليه محمد في الإسلام دعم لي ربما المسلم لا ينتبه لها بسهولة ولكن لو انتبه لها في كلامه في صلاته يقول لك ما فيش كهنوت في الإسلام الإسلام مبنع الكهنوت أصلا وبنعمة الرب سيكون لنا دراسة في هذا الأمر نعم فكل أمور المسلم لا تستقيم إلا إلا بنطق شهادة رسول الإسلام فهو الوسيط في دعائه في صلاته صلاته باطل إن لم يصلي على النبي إلى أشياء كثيرة جدا فقضية التأليه هي التي تخلع هذا الفكر على الأحباء المسلمين أنه لا ده ما ينفع الشيء يعمل كده حتى الذي في الإسلام بإنقصة محلل يعني شوفي هي في قضية غريبة جدا المحرم في الإسلام ارتكب الرسول يقول لك ده خصائص يعني مثلا ما يزوجه إلا أربع المسلم طب الرسول كسر القاعدة دي هذه خصائص الرسول المسلم لا يتزوج وهو في الإحرام يعني الرسول كسر القاعدة دي إلا هذه خصائصه طيب يعني إذن الحرام حينما يرتكب رسول الإسلام يصبح حلالا هذه من خصائصه نعم في المقابل النقيد تماما الحلال اللي في الإسلام يقول لك لا ده ما عملهوش الرسول زي موضوع الخمر زي ما هنشوف بعد شوية طيب قولي يعني هتأخذ الموضوع بأي بس أنا بداية هبدأ وكأن الخمر رحل في حياة الرسول منذ يعني أن أتعرف على خديجة رحلة الخمر في حياته بعد كده في موضوع نصوص الخمر في القرآن مش هت يعني أركز على كثير لكن هركز على ما الذي كان يشربه الرسول نبيز باعترافكم ما هو النبيز إذن وهل النبيز فيه درجة من الخمر الاختمار ولا واحد في المية أم لا وما هو النبيز الذي ليس فيه اختمار لا يوجد نبيز ليس فيه اختمار الفاكهة التي تقطع من الشجرة زي الجوافة وغير وغير أحيانا تقطع وهي فيها اختمار إذا نضجت زيادة عن اللزم نعم هي يكون فيها اختمارها مننا فيها يعني صحيح ف سأتناول هذه الأمور مع يعني تنوير جزئية هامة جدا ما الذي أمر الرسول باجتنابه هل هو الخمر أم السكر طيب ودي نقطة أعتقد جوهرية في البحث كله طيب خلينا نبدأ أبدأ بداية من هذا العنوان بداية بيت النبوة المحمدية السكر بالخمر يعني ربما يكون الكلام غير مفهوم لكن بداية بيت بداية بيت محمد بدأ زي هذا البيت المحمدي بالسكر والخمر لنرى هذا الكتاب هو صحيح السيرة النبوية ليس مجرد السيرة النبوية وما أنه مذكور في السيرة النبوية للسيرة الحلبية للحلبي ومذكورة في أمور كثيرة خلينا هنا في صحيح السيرة النبوية وكاتب هذه السيرة أو جامعة يقول مؤلف جامع للسيرة النبوية المشرفة مرتب حسب الوقائع والأحداث اقتصر فيه مؤلف على الأحاديث الصحيحة مزيل بفهارس سهلة إبراهيم العلي طيب خلينا نشوف ما الذي في هذا الكتاب صفحة 45 المبحث التاسع زواجوا من خديجة وبيان عظم منزلتها نكبر الخط شوي يقول من حديث بن عباس أن رسول الله ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه مش عايز زوجها لمحمد يعني فصنعت طعاما وشرابا شرابا يعني خمرة يعني مسكر فدعت أباها وزمرة من قريش مجموعة من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا من اللي عمل كده؟ خديجة أول لنساء رسول الإسلام فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه فخلقتهم والبسته حلة وكذلك كانوا يفعلون بالأباء فلما سري عنه سكره لما خلاص فاك بقى من السكرة نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة فقال ما شأني ما هذا فقالت زوجتني محمد ابن عبد الله قال أزوج يتيم أبي طالب لا لعمري يعني بيقسم فقالت خديجة أما تستحيه تريد أن تسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران فلم تزد به حتى رضيها هذا الكلام ماذا يقول هذا الكلام الصحيح نعم يقول أن رسول الإسلام كان في مجلس خمر رسول الإسلام تم زواجه وقبول زواجه من رجل مخمور سكران هذا الأمر الذي تقول خديجة تسفه نفسك هذا السفة قامت به خديجة بذاتها ومن الذي عمل السفة من الذي سكره بالتالي بيت النبوة بني ليس على الرمل وإنما على الخمر يعني في العهد الجديد الرب يسوع يقول يقول ويوصي أن ابني بيتك على الصخر نعم ليس على الرمل هنا هذا البيت بني على الخمر فدي جزئية همة جدا في البداية خالص بداية بيت النبوة خديجة تسكر أبوها علشان أيت الزواج رسول الإسلام أنا اللي لفت انتباهي في الحديث هو أنه هي يعني يعني هي كمان بتعترف أنه الخمر سفة أو السكر سفة صحيح شوفنا أن القرآن حلل السكر حلل السفة حلل الرجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه نعم والذي عمل السفة والرجس والسكر هو خديجة نعم يعني اللي بيتعملها هالة مقدسة في الإسلام بنت بيت النبوة على الرجس والسفة والسكر والخمر قبل محمد أن يتزوج من هذا الباب باب الخمر طب هذا مش بيعتبر زواج باطل طبعا زواج باطل لأن الولي أخذ منه الموافقة في غيبوبة نعم واحد الثاني يقول لك لا لا بس خلي بالك أصلا هي ثيب يعني والثيب يمكن أن لا يعني مش مهم الولي طب إذا لم يكن دف الإسلام نعم لكن عندها هي في أعرافها كان مهما جدا أن يوافق وليها الذي هو أبوها وإلا لماذا أسكرته نعم نعم يعني إذن في البداية زي ما أنت شايف كذا بداية القصيدة كفر بداية القصيدة سكر نعم وبعد كذا يأتي المسلم وهو مغيب تماما عن حقائق كثيرة في الإسلام ليقول لك لا الخمر دي رسول الإسلام ليس له بها علاقة أصلا وما لده إيه؟ مجلس اللي كان فيه الرسول ده مش وكان في مجلس فيه خمر اللي عمل الخمر خطيبته اللي بيقيت زوجته هي اللي سقت يقول لك ولعن ساقيها قم هي اللي سقت أبوها وأسكرته وأسكرت كل الشلة الموجودة يا ترى اللي بيعمل الموضوع ده ظروف وإيه؟ ممكن وقحد يقول لي بس خلي بالك ده قبل تحريم الخمر والسكر قبل تحريم الخمر والسكر يعني هي كانت حلال كانت الخمر حلال طب وما تضير أن يشربها رسول الإسلام